ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر مقموشون جداً في سجنة وفي أفطحاب في سوريا بعدين ترجمه وبعدين تسمعون حكومي الحكم السوري الدكتاتوري ماذا يريد أن يتخلص منها يتطوّر و يدامد سنة سلمية أنشأ أو أخرج من السجون ناس متشددين لحمد السلاح بعد سنة أن شعب السوري رفض حمد السلاح خلالها في السنة ديكتاتورية أنشأوا مجموعات أو شجعوا مجموعات لكي يظهروا للعالم أن هناك إرهاب والإرساله وصار الجيش السوري والي بالنظام يقصب عشواري قتل المدنيين عشواري بحجة الإرهاب ترجمة نانسي قتل المدنيين في حيات عادية أي إنسان يقول يشرب ويروح العمل كل السوريين محرومين من الحياة السياسية محرومين من الكلام فيه أي موضوع إن كان إشارة الخطأ أو كده وبعدين المناصب والشيء المهم لا يستحولوا إلا الصوت الحركي طبعاً ما يخلنا أسيق بلد السوريين هو الحرك اللي أنا جبئنا فيه لكن قرارنا بعد رحنا في تركيا قرارنا لأوروبا مضطرين ومستقبل الأولاد مستقبلي لأن في تركيا الحقيقة قرارنا كان عمل لا عمل ولا مستقبل بالنسبة الدراسي ومضطرين أنا يعني أنا خرجت عشواني ومنا مخطط لوين أصير وشو بدي أعمل يعني أعمل هي ثلاث حسام قسم الأول يونان ومقدونيا وصربيا كانت أمور عافية حدوثي جسيرة لكن ما يقدموشي للباتين في هنقاريا كانت مخطة صعبة وأنا أتصور يعني ما عنده نهائيا كان حكم وليس يا شعب أنا أعمل حكم متطرف جدا وسيح جدا يعني قسم الأوروبية هو النمسا وألمانيا كان قمة الأخلاق والرعاية الإنسانية بالنسبة لي كانت إسبانيا مميزة لأنه فيها كان يستقبل ويستقبلوني وكان الحقيقة يعني شعب قويس أن لا تتوقع إيه يسعب بالشعوب اللي قابلتها وكل مراحقين بالابتسامة ويستقبل القوليس وأنا أكيد مخصوص هي حادثة الصحفية بعدين هم المجاريين بشكل عام يعني كأنه خارج نطاق أوروبا بالإنسانية كانت معاملتهم كثير بالنسبة للمهاجرين وكانوا أشبه بالسجناء يعاملونهم أو أسر حرب ومعاملتهم سيئة جدا كل إنسان مهاجر بس بدون يخلص من هنقاريا لسوء معامل كمب اللي كان في هنقاريا كان شبيه بالسجن أو كان أسر حرب هذا كثير كان سيئة وشينا في هنقاريا سبعة كيلومتر في الليل كان كلها خطرة جدا لأن المافيا تعرضنا لقتل مقتين من ثلاثة أو المجموعة أدو مقتين من ثلاثة مجموعة الموقفة وكان أدو مقتين من ثلاثة وكان مقتين من ثلاثة سيئة جدا وهذا تتظهر المكان كمب نعلم تحلق كبكين من ثلاثة كل هدفنا الوصول إلى أوروبا وحقيقة كان في النسبة لهم الناس كلهم هدفهم يصلوا ويحصلوا على اللجوم هذا هدف عام كل إنسان علو فكر شكل أنا كنت كثير خايف على أني في الطريق كله متى أوصل إلينا ضر الأمان لما أوصلنا النفسة الحمد لله تحقق الأمان وألمانيا أكثر والآن بي أمان أكثر طبعا ما يظهرون نفسهم حتى إذا فيه محد يدر فيه لأن السوريين مشكلين مجان أنه أي إنسان مجرم مباشرة يقول السورة يعني الآن بالفيسبوك مكتوب المجرمين مجرمون في أوروبا كل واحد السوريين في أي مكان يدلوا عنه لأنه هذا هيك بالدليل الحقيقي والصور بالقبض الظاهر ما يظهروا الحارة مجرمين 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 أنا الآن مهتم في عائلتي مستقبلة يعني نسيتي الموقوع يعني الحقيقة مش تسامحا يعني أنا الآن في المستقبل هما في مستقبل ثاني فمعد في فكرة في الوقت وبني سورة وضع في المدرسة كبير كويس أطفال دعم وراء عدده وأنا معني جائل من إستمرار يعني مش بعض الصبح وبعد الظهر لأنه أعمل عنده يعني فمتسق في تصاني اشتركوا في القناة